قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء توقيف عشرة من تقنيي الصيانة المضربين عن العمل وإحالتهم على المجلس التأذيبية وكان تقنيو الصيانة قد شرعوا في إدراب عن العمل غير معلن يوم الأحد حيث قال الرئيس المدير العام للشركة بهذا الخصوص أن الإدارة العامة اتخذت التدابير المناسبة وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية ضد المخطئين اشتركوا في القناة